موسيقى موسيقى استدرجوها إلى حمامات المدرسة وقاموا بضربها مستخدمين آلات جارحة مثل ما هي تحدثت طبعا المشكلة وحسب قول صفى أن المديرة أو المعاونة أو إدارة المدرسة ما نصفتها بل أنه اتهموها بأنه هي عدها علاقة مع صديق أحد البنتين وهذا معرف يعني كيف يتم طبعا نحن نتحن حق الرد وحاولنا أن نوصل إلى المديرة والمعاونة ما قدرنا لكن يعني إذا يحبون الرد فحق الرد مكفول هذه القضية مو بسيطة أنه يتم مثلا طالبة تتعرض إلى هكذا أمور وتتهم بهكذا اتهام وحتى هو اتهام للكل بموضوع علاقات خارج النطاق القانوني أو حتى العرفي لذلك نشاهد من الموصل تفاصيل هذه الطالبة تحدثت بوجود والدها دعونا نرى موسيقى موسيقى أنا تعرضت الاعتداء من طالبتين وأنا كنت مبلغة للمديرة ومبلغة لإدارة ومبلغة أهلين وأنا طالبات يهددوني بس الإدارة ما سوت شيء لا المعاونة ولا المديرة لحد يوم الخميس اللي ما صار الاعتداء علي وموسيقى موسيقى ما أنه الاعتداء اعتداء طالبتين اثنين ضربوني بس تأشتين براسي ويدية وبطني وحلقي موسيقى موسيقى ما بصدرajcie وموسيقى ما حددت اوما انت الطالبتين وموسيقى طالبتين لا أعرفهم ولا أعرف على أي سبب يعني ضربوني بلغت الإدارة والإدارة ما سوتها يجرى الحد يوم الخميس انه اتفقناني والدي حتى يجع للدوام يشوف ليش الإدارة مات جتاوية وليش ما طلعوا الطالبات حتى يعرفونهم فالصبح رحت للمديرة قلت لها ستة بلغت المعاملة ثلاث مرات وما سوت حال أنا عريضي يعرف الطالبات ليش يعيسون طالبة لأن هي كانت تهددني وحدثنا الحدث صار واثنين علي لابساتكم ما مات يعني ولابسين كمامات يعني ما أعرفهم قلت لي ليش أنا شترد منيش قلت له والله ما أعرف المعاونة قلت لي تقول لي خاف معجبة بيش قلت لي خمعت نفسك على مستوى علمي خاف أخذت حبيبها منها فأنا صدمت من كلامهم قلت لها أشكرت شبارك الله بيش طلعت من يامها قلت خلي جيب الكتاب مالي وأراجع فلما طلعت بعد ما وصلت الشعبة مالي شفت الطالب قلت لي ليش ما سلمين عليها قلت لي عارف يش تعرفين حتى أسلم عليك قلت لي رادل اشتربة فلما نقلت لي شي قلت خلي شفت شترد مني ليش يتعس سوي من فاتت الحمامات فتت وراها قلت لها أمي قلت شي شتردي مني بشنو مؤذيت يش قولي قلت تعفين تعالي فلما فتت عليها فاتت وعدت طالبت اللخ طويلة وضعيفة وهم لابسة كماما سدت الباب ورفعت الصدرية مالها أنا عبالي إنو دت ترفع بمطرونها لما رفعت الصدرية مالها طلعت السجينة لأفتها بكلينس دحقت على الطالبة اللي كانت تهددني طلعت موسى مروحة الصدرية مالها وطلعت موس موسى مع العمليات فجتها الطويلة ضربتني على ظهري بركتني بالقاع وقامت تضربني بالحذاء مالها الدفرات على ظهري فصوت طالبات لأنه بعد ما بدت تحيط العالم شالتني من شعري خلت سجينة على حلقي وقومتني جت الطالبة اللي كانت تهددني خلت سجينة على بطني وفوتوني للمغاسل فإثنما فوتوني للمغاسل جت العامل ووظفة الخدمة فتحت الباب وهما سدوا رأساً بظهرهم وقفلوا الباب قالت يا الله حبيبتي كم للمغاسل اللاخ فلما انفاتت على مغاسل اللاخ فتحت الماء وسددته وبعدين سددت الباب الداخل وسددت باب الخارجي باب الحديد هذا احنا ما نسده هي سددته فقلت لها شتري ديمني ليشي شداء سوين قالت لراد الاشتربيا انتي قالت والله انتي لراد الاشتربيا بس قلت لها هيتي قامت تضربني بس تشينة على بطني واللي كانت تهددني مسكت رأسي وقامت تبع عجل رأسي بس تشينة فظليت صيح يا ناس يا عالم الحقوني وما احد ما سمعني من اول ما يبدوا يضربوني لحد ما انتهيت على اخر انه انا صيح يا ناس يا عالم الحقوني وما احد جاء فطلعت الطالبات شنو صعبوا التحقيق صاروا ياكم التحقيق كل اللي صاروا ياكم ما حققوا يا اي طالبة وما فتشوا اي طالبة انه هذا شروع بالقتل انه ما بس هم مشوا انه المدير قلت لهم الطالبة هي من تحرة مشوا على كلام المديرة وما فتشوا الطالبات المدرسة باكملها الف طالبة بس شنطتي انا واختي تتفتش من المدرسة وما فتشوا الطالبة اللي بيها دم يعني ما اقوله انا من فوق لي جوة دم الطالبات اللي يضربوني ما انجرحوا ما صار عليهم دم لو نقطة دم ما صار عليهم بس هم ما فتشوا ومكان الحادث تلاعب به أنا حجابي وقع بالمغاسل لما شوفون جماعة التربية الصور حجابي يمي كلينس بيدم يمي هذا الكلينس من وين جاء ليش منفتنا على المغاسل من رجعنا من التحقيق المغاسل ما بيدم وين راح الدم والحجاب الكب اللي لبس جوه الحجاب صفتينه مخلينه على الشباك هذا منفعت على مكان الحادث وكل هاي الأمور رتبها أنا طالب الوزارة الداخلة أن تدخل بهذا الموضوع حفاظا على سلامة الطالبات والطلاب البقية الإدارة تهاونت بهذا الموضوع وألف طالب بعدهم